موضوع التاني الحقيقة برضو على السوشيال ميديا برضو شغالين انه فيه اعتداء على الاشجار وقطع اشجار في حديقة الارمان التاريخي ويجابين صور وزارة الزراعة تحركت بسرعة نائب الوزير والناس المسؤولة بسرعة راحوا هناك قال لك يا عم احنا بنعمل عملية شركة اللي بتطور بيعملوا عملية قص الشجر تقليم في هذا الموسم التقليم كلنا بنقلم كل واحد يعني عنده شجرة بيقلم ما في هذا التوقيت تقليم غير جائر علمي الشجر معدود بالشجرة ومتسلم ليه تاريخ وليه اكواد وزارة الزراعة راح بنفسه وقال اهو نافت وزارة الزراعة والتصلاح الاراضي ما تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قطع الاشجار النادرة بحديقة الارمان النباتية بالجيزة لافتة الى ان كل ما ينشر بهذا الشأن لا اساس الله من الصح اهو قدامك اهو ده نائب الوزير بنفسه ادي الشجرة راحوا شافوا الشجر وتأكلوا مئة بالمئة انه ما فيش اي قطع او اعتداء على اي شجرة لان الشجر ده متسلم عهده وبالاكواد واشجار نادرة واشجار اللي فيها تم سندقة اكتر 31 شجرة والحقيقة الرد كان رد واضح ورد مهم جدا ووزارة الزراعة طلعت بيان بهذا الامر ومهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة هو اللي راح تفقد الحديقة بنفسه ومعاها المهندس مجد عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير بحضور دكتور عصام عامل رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة ومسؤول التحالف تطوير الحديقة وكذلك بيدرو سوتو اللي هو والاستشار العالمي للتطوير حديقتين الحيوان والارمان معنا